اللهhe Allah اللهhe Allah اللهhe Allah سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه لرحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود صدق الله العلي العظيم في سلسلة الأنبياء الذين يذكرهم القرآن في هذه السورة المباركة سورة هود هذه السورة المكية تأتي قصة نبينا صالح صلوات الله وسلامه عليه يقال أنه من العرب العاربة وكانوا يسكنون في واد القرى واد القرى منطقة بين المدينة والشام يمكن في حوالي الأردن مثلا ما أدري هؤلاء القوم أتوا بعد عاد السلسلة كما ذكرنا من آدم عليه السلام ثم أولاده ثم إدريس ثم هود عليه السلام ثم صالح أفضل ثم نوح ثم هود ثم صالح بعد الطوفان كما نعتقد ويشير إليه القرآن الناس فنوا انتهوا إلا الثلة القليلة الذين بقوا في السفينة المباركة لنوح عليه السلام عمروا البلاد مدنوا المدن النسل تكاثر وتعاظم وكل واحد ذهب إلى عمله إلى شغله هذه السلسلة أيضا في قوم عاد فنوا فقط قوم عاد فنوا انتهوا مو بقية البشر بقية البشر كانوا منتشرين قوم من هؤلاء الأقوام اسمه ثمود هؤلاء سكنوا في هذه المنطقة في وادي القرى الله أعطاهم إمكانات غريبة مثل قوم هود عليه السلام كانوا أقوياء كانوا يعمرون كثيرا وكما في بعض القصص الروائية أو التواريخ الأنبياء أنهم كانوا يبنون في السهول قصورا إشارة في القرآن أكو سنقرأ بعض الآيات التي تشير إلى هذا الشيء قصور أملاقة شامخة كانوا يبنونها في السهول وأيضا كانوا ينحتون من الجبال كما قومه هود أيضا ويبنون قصورا عالية وباسقة قصور لأيام صيفهم وقصور لأيام شتائهم يعني كانوا في رفاهية كاملة في إمكانيات جدا متطورة ولكن مع الأسف كلما ازدادت النعم ازداد طغيانهم وتقسموا إلى قسمين هود في عمر ستعش سنة بحث كما تقول الروايات التاريخية عمر ستعش سنة الله أرسله وأعطاه الوحي وبعث إلى هذا القوم من هذا القوم كانوا أيضا كان أيضا يعني هود عفوا صالح من نفس القبيلة من نفس ثمود يعني يقول أخاهم صالحا أخاهم يعني شنو يعني من نفس النسب من نفس القبيلة من نفس الأمة طبعا عاش 120 سنة كما في التاريخ هذولة صاروا قسمين قسم القلة المستضعفة ككل عصر من العصور القلة يؤمنون بالأنبياء والصلحاء والأولياء والأئمة أصلا أنتم يؤكدوا تاريخنا تاريخنا أيضا نفس الشيء القلة القليلة مهتدون والكثرة الكاثرة غير مهتدين هذا طبيعي في قوم ثمود أيضا نفس العملية صارت الأكثرية اللي كانوا تسعة رهب في آية تأتي في القرآن تسعة كانوا كبار القوم أصحاب الرأسمال الكبير أصحاب القصول الكثيرة أصحاب البساتين اليانعة هذولة كانوا مسيطرين على اقتصاد الأمة اقتصاد قوم ثمود أبيعي المصالح تقتضي أن هؤلاء زعاماتهم لا تنهار الأنبياء لمن يجون يعني مهم يجون يرسلهم الله يصير تضارب مصالح النبي ما عنده مصلحة غير أنه يريد أن يهدي الناس يعظ الناس يوقظ الناس هذا هو لا تعبدوا الأسلام لا تظلموا لا تزنوا الفواحش ضدها يريد أن الفضائل الخلقية تنتشر في المجتمع هذا الشغل البقية الكبار هذولة من يردون هذا الشيء ليش؟ لأنه يعيشون على هذه الأمور عصرنا الحاضر أيضا نفس الشيء إذن نريد أن نمثل قوم ثمود بالآن العصر الحاضر الذي نعيش به أيضا نفس الشيء بدون أن نأتي بأسماء أيضا أصحاب المصالح الكبيرة لا يروق لهم النصيحة والوعظ والإرشاد أبدا عادة تتضارب هذه المصالح نفس الشيء صار في قوم ثمود صالح يعيظهم يعيظهم يأتي بهم بالأدلة يأتي بهم بالموعظة التسعة رهض يعني تسعة من الكبار هم كانوا تسعة الكبارية هذول ما يردون هذه كل القصة فتضاربت المصالح مصلحته صالح شنو؟ أن يهدي الناس فقط لا يريد أجرا ولا يريد حكومة ولا يريد زعامة ولكن هذولك شنو هذولك كانوا يستفيدون حتى من الأصنام الأصنام كانت تدر عليهم أرزاق تدر عليهم نذورات أيضا تدر عليهم هدايا هذه قضايا صارت في التاريخ وإلى الآن طيب بالنتيجة شنو صار؟ بالنتيجة تآمروا لقتله كما في الآيات القرآنية التي سنتلوها قالوا احنا أفضل شي نقتل ونغتال صالح ونرتاح منه لا نريد نصائحه ولا وعظه ليش لأن كم مئة أو كم ألف ما أدري حسب الروايات التاريخية اهتدوا صاروا مؤمنين بصالح صاروا خوش أوادل تركوا عبادة الأصنام تركوا الأخلاق البذيئة صاروا في جانب هذول يسمونهم المستضعفون القرآن يسميهم المستضعفون ليش؟ لأن مو أصحاب أموال ولا زعماء ولا كبارية القوم ضعفاء القوم المقابل المستكبرون الذين يستكبرون على هؤلاء المستضعفين هذه المعادلة موجودة في كل عصر قالوا أفضل شي نقتله فتآمروا أن يجعلوا يهجموا مقبيلة واحدة خبائل كانت صارت عشائر من كل عشيرة واحد يجي تسعة عشائر نهجم عليه بالليل نغتاله بعدين الدم يضيع هو عنده أقرباء بالنتيجة صالح أيضا عنده عشيرة عنده أقرباء يمكن يردون أن يأخذوا القصاص الدم يضيع كما تآمر قريش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم يد كل ملك حجر ورموهم بالأحجار وماتوا هل ثلّة القليلة اللي جايين مثلا عشرة خمسة ستة جايين يغتالون صالح عليه السلام فماتوا هذه أول معجزة صارت هاي الحجار من ينجت هذا ما عنده أحد بالليل ناس نايمة هذه معجزة كانت آخر شيء توافق على المباهلة طبعا المباهلة بهذا المعنى أنه يا بتعالوا إحنا نطلب من إلهك وأنت تطلب من آلهتنا صالح قبل حسنا هذا الاقتراح كان من صالح عليه السلام أو منهم لا أدر قالوا نتواعد في يوم عيد في يوم مهم اللي الناس كلها تجتمع كان عندهم صخرة كبيرة جدا جبل ملساء يعني الصخرة ملساء ملساء يعني ما بيتعرجات أبدا قطعة من الحجر نازل من فوق إلى جو بس جبل كبير جدا يعني هذه الصخرة كانت مرتفعة من ناحية وعندها مسافة يعني كم كيلومتر هذا الجبل كان وأيضا كان صخرة ملساء يعني ناعمة ما بيها نتوآت قالوا نجتمع هناك فاجتمعوا وصالح أتى أيضا مع المستضعفين المؤمنين الذين معاه أول شيء قالوا أنت أطلب قالوا لصالح أنت أطلب ممن أطلب؟ من أصنامنا كان عندهم سبعين صنم جايبين وياهم إلى هذه الصخرة قال هذه الصخور لا تفهم لا تعيقا لا الآن إحنا سونا قرابين شوف العقلية الجاهلة وذبحنا الذبايح وهذول رح يجاوبون أطلب منه ما تريد هل يجوز للنبي 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 أن يطلب حاجة لنصلم؟ عالةً ميجوز إلا للمحاججة إلا للمباهلة ما في إيش قال حتى يرغمهم أن هذا الشيء باطل ما في إيش قال نوع من التحدي فبدأ الصالح أيتها الأصنام أيتها الأحجار أيتها التماثيل اقضوا حوائجي مثلا طلب في الشيء بس ما مذكر في الرواية شو لطلب وجوم وسكوت صار الناس كلها تباوح قال لهم لا يتجيبون هؤلاء هاي الأصنام ما تتجيب فإجوا أيضا بكوا وتضرعوا للأصنام في الرواية يكون تمرغوا في التراب أمام الأصنام يمكن تجاوب مرة مرتين ثلاثة ما فات فصارت فضيحة قال الآن دوري أنتوا اطلبوا قالوا شنو طلبوا قال أي شي تردون أي معجزة تردون اطلبوا من الله اطلبوا مني أنا أطلب من ربي أنتم طلبتم من أربابكم أنا طلبتم من أربابكم ما كان جواب صخور لا تعي ولا تفهم وهذا دليل على أنه هذه الأصنام ما تستهل واحد يعبدها قالوا إذا نريد نطلب نريد شورى نخلي مشورة فاختاروا سبعين نفر من كبارهم كما في الرواية التاريخية قالوا إحنا نختلي على كتر صار بعد الظهر ونقول لك فتشي قعدوا ساعة ساعتين فكروا فتشي نقول اللي جدا صعب لا يمكن أن يصير فخرجوا من المؤتمر وأتوا إلى صالح والناس تباوع قالوا يا صالح نحن نطلب منك أن تخرج من هذا الجبل من الصخرة الملساء مو من مكان آخر هذا الصخرة اللي أبدا أي ثقب ما به صخرة الشكل طويلة وعريضة تخرج منها ناقة بشرط أن تكون ناقة لا مثيدة لها في الوجود من ناحية الضخامة حسا أكو في الروايات ما أدري صحيحة أو لا بعض الروايات سندها ضحيف أنه ما أدري كم مئة متر يكون عرضها وطولها فسا هذه مو مهمة المهم اللون أيضا حمراء شقراء وبراء وبر كثير أحمر اللي ما يكون أبدا مثله في هذا اللون لازم تطلع بشرط أن يكون حامل لأن الناقة مؤنثة مو مذكرة العرب تطلق كلمة الناقة على الجمل المؤنث بشرط أن تحمل معها فصيلها من عشرة أشهر شوف شروط جدا قاسي والناس تباوحة صالح عليه السلام قال هذا صعب علي وهين أمام ربي سبحانه وتعالى بس أعطوني مهلة حتى أتوسل فتنحى جانبا وبقي يبتهل إلى الله ويدعو الروايات تقول فتصدع الجبل تصدع يعني انفلق تصدع الجبل وصار صوت عجيب في الجبل اللي كلهم اخترعوا كلهم خافوا وخرج العنق أو رأس الناقة ناقة كبيرة شقراء عشراء كما أرادوها شوية شوية هذه الناقة خرجت من الصخرة الآن لن نسمع هذا الشي نستغرب طبعا بالنسبة إلى قتلة الله سبحانه وتعالى المؤمن المتيقن بصفات الله لا يستغرب ليش لأنه نحن نعتقد بإله قادر على كل شيء قادر على كل شيء لا نعتقد بإله عاجز إذا كان عاجز مو إله بعد استغفر الله والعياذ من الله إله قادر على كل شيء كما في عقيدتنا القرآنية والروائية والعقلية أيضا فشنو الاستبعاد يعني مع الأسف بعض المتجددين جايين ويفسرون القرآن على آرائهم ما علينا بهم ما أريد أذكر آرائهم لأن باطلة أسغسا يجون يخربون يعني يفسرون المعجزات بأشياء عادية اللي مثلا تهضمها العقول البسيطة مثلا يقولون الأبابيل اللي إجي هناك كاتبين في تفاصيلهما الأبابيل اللي إجي في قضية عبرها هذه مو أبابيل وياها أحجار هذا وباء إجي كوليرا شنو كورونا إجي فيد وباء سؤال هذا الوباء اللي إجي في الجزيرة العربية ليش أصاب قومه أبرها فقط ليش القراشيين عبد المطلب ذول ما صارهم شي المؤمنين ما صار ما ماتوا أحد منهم بس ذول مع أنه كانوا قريبين الكعبة يعني الوباء لمن يجي يخو يعمل كل بعد المهم هكذا يفسرون المعاجز على آرائهم نحن كمؤمنين المتيقنين والحمد لله نعتقد أن هذا جدا بسيط أمام قدرة الله طيب ليس هاي الناقة برزت أثر على الناس أثر على قوم صالح وآمن به في ذلك اليوم الآلاف من الناس شنون هذي شنون ناقب هالضخامة تطلع من جبل من صخرة استغربوا قالوا هذا معجزة فالحمد لله صار هدوء ولكن المستكبرين قالوا هذا سحر خب السحر لازم يبطل بعد فترة السحر لا يدوم يبقى فترة وينتهي وهذا الناقة موجودة بعد ما طلعت الناقة صالح بأمر من الله اشترط عليهم شروط الشرط الأول لا يمس هذه الناقة بأي سوء تريد تاكل ترعى تروح تجيب كيف هي وفصيلها ثانيا عندهم عين كبيرة هذه العين يوم للناقة ويوم لأهل القرية شرط هذا من الله سبحانه ممكن تقول لي شرط هذا شوفوا الله عندما يبعث معجزة لأي شيء يبعث للاختبار والامتحان في الاختبار لازم بها شروط حسنا بما بالمثال أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم معجزة وجوده معجزة شجاعته معجزة كرمه معجزة علمه معجزة خلو الشرط شنو اتبعوه اسمعوا كلامه حتى يكون هاي المعجزة مفيدة بالنسبة للاقة صالح هذا الامتحان صار امتحان انه يوم شربوا الماء من العين للناقة والناقة قد تشرب ماء العجيب في هذه الناقة لأنها معجزة كانت تشرب كل ما يأتي من العين عندهم عين من بعيد يجي هذا العين محولي الى حوض كبير في الحوض كبير الماء يجتمع هناك يشيلون لأغراضهم لشربهم لأي شيء غير ماء الزراعة الماء الزراعة كان عندهم للشرب هذا الحوض الكبير انت تصور في الحوض اكبر من هاي الديوانية هذا يمتلؤ فيه الماء اهل القرية يجبون يشيلون ماء لشربهم كل يوم الان المعجزة اللي صارت انه شرب ماء لكم ويوم معلوم للناقة الناقة تجي تشرب كل الماء هذه المعجزة المستكبرون الى ثمود المشركون هاتين الصفتان اله يعني من معبود غيره ليش هو انشأكم من الارض هو يعني الله انشأكم يعني خلقكم من الارض ليش من الارض لانه بالنتيجة احنا كلنا من الارض اولا ادم خلق من الارض ثالث احنا ايضا يوميا المواليد التي يولدون ممن من اي شيء من الارض لان الاب يأكل والام تأكل ويصير مني وهذا المني يتحول الى نطفة وهكذا فكل شنو ايضا من الارض هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها استعمركم يعني شنو يعني هيئ لكم عمران الارض الاستعمار على وزن استفعاد يعني طلب العمران لسه هاي الكلمة في العصر الحاضري في العصر الحاضري يطلق على امور سياسية يقول المستعمرون يعني الناس الذين يستعمرون البلاد في اللغة القرآنية يعني شنو يعني يعطيكم امكانية لعمران الارض هذا معنات هو الذي انشأكم من الارض واستعمركم فيها ما دام الشكل فاستغفروه يعني اتركوا عبادة الاسلام حتى يغفر الله ذنوبكم ثم توبوا إليه قلنا قبل كم ليلة الإنسان الذي يريد أن يصبح مؤمن الأول شيء لازم يترك الماضي فيستغفر حتى احنا لما نعصي نرتكب معصي شنو لازم نسوي عملتين العملية الأولى الاستغفار استغفر الله ربي واتوب يعني شنو استغفر الله واتوب إليه يعني كلمتين هذه استغفر الله يعني أنا أطلب غفران ما مضى من معاصي بعدين شنو أسوي بعد أن صل الطاهر من المعاصي أتوب إليه يعني أرجع إليه دائما بعد لا أعصي هذا معناته واضح فاستغفروه ثم توبوا إليه أول شيء اغسلوا الماضي الأدران التي صارت بالذنوب ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب إذا تسألون هالشكل الله قريب منكم ويجيب دعوتكم يعني يقبل توبتكم كون هذه دعوة صالح الجواب فقط هذه الآية نقرأ لأن اليوم الليل شوي تأخرنا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا خوش آدمي كنت أنت صالح كان مشهورا في قومه بالصلاح عندما تصير مشكلة عندهم اجتماعية زعل تصير بين العشائر صالح كان كما نبينا محمد صلى الله عليه وآله اللطيفة شفت في تاريخ نبينا هذه بين قوسين في تاريخ نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شفت أنهم كانوا يأتمنون عنده أمانات يجيون يخلون أمانة هذا معروف وعندما حاربوه وأراد النبي أن يهاجر إلى يثرب الأمانات كانت موجودة عنده ممن الأمانات من المشركين من أعداء يعني أعداء النبي إذا يريدون أن يجعلوا أمانة أحد في مكة لا يجعلوا إلا عند النبي صلى الله عليه وآله هذا يعني معنى يعني معنى ذلك مع أنهم كانوا يكذبونه ويؤذونه أماناتهم كانت عنده بأي دليل لأنه عندما أراد أن يهاجر جعل علي عليه السلام مكانه ليرجع الأمانات في التاريخ موجود يا علي ابقى هنا ونام في فراشه وبعد ذلك بعد كم يوم بقى في مكة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب فأرجع الأمانات إلى أهلها معناته إلى النفس الأخير كانوا يعتقدون به صالح عليه السلام هكذا كان كان مرجوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يعني رجاءنا أمورنا الاجتماعية أنت كنت تتحلها أنت كنت نعتقد بك أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أنت جاي الآن تجيب دين جديد وتريد أن نترك ما عبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب أصلا نحن عدنا شك في قضية نبوتك هذا الصراع بدأ بين قوم صالح وصالح والمؤمنين الذين معه واحتدم النقاش إلى أنه بعد المعجزة إخواني سهذه بطريقة جدا مختصرة أحكي حتى باشر نكمل المعجزة إذا أتت مثل ناقة صالح مثلا الامتحان الحقيقي يبدأ فإذا الناس خالفوا العذاب يأتي هذا قانون سنة الله ولذلك النبي ما كان يجيب معاجز كبيرة رعاية لهم حتى لا يفنوا حتى لا ينتهوا فهذه بيها بحث بعدين يمكن أتكلم حولها أما الموعظة الأخيرة عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه إن للجسم ستة أحوال نحن نعيش بأجسامنا هذا الجسم ستة أحوال مختلفة بها الصحة والمرض بعض لو كان هذا الجسم صحيح ما بيع لو مرض بعض لو كان تمرض صح ولا لا كل واحد يفهم هذا الشيء بعد والموت والحياة الجسم هو حي يموت ينقلب إلى ميت وقبل أن يموت النوم واليقضة بعض الأوقات إحنا في يقضى مثل الآن قاعدين دا نستمع أو دا نحكي بعد ساعات نروح ننام ست حالات عند الجسم نكرر الصحة والمرض الصحة مقابله مرض النوم والنقضة أو اليقضة والنوم الثالث الحياة والموت نفس الحالات السادة موجودة في الروح أيضا عجيبة الإمام يقول إن للجسم ستة أحوال الصحة والمرض والموت والحياة والنوم واليقضة وكذلك الروح الروح هم عنده ستة حالات مثل الجسم مثل الجسم وحدة وحدة فحياتها حياته الروح مو الجسم فحياتها علمها كل ما يزيد علم الإنسان كأنه حياة الإنسان تزيد وبالفعل هذا يعني الآن إذا واحد عالم في مجلسنا يجي عالم بسه في أي علم هذا فائدة حياته أكثر أم جاهل طبيعي العالم تشوف به الحياة أكثر لأنه يقدر ينتج فحياتها علمها حياته الروح علمها موت شنو جاهلها يعني الإنسان الجاهل كالميت ما يفهم شي كل ما زاد علما زاد حياتا هذه كلمات أمير المؤمنين درر حقيقة فحياتها علمها وموتها جهلها ومرضها الله أكبر ومرضها شكها شكها الإنسان الذي يشك في كل شيء هذا مريض حتى يوصل إلى ما لخوليه أصلا يشك في كل شيء والوسواس أيضا من الشكوك واحد الذي عنده وسواس في الوضوء في الغسل في الصلاة هذا مرض هذا فكيف إذا شك في المعتقدات ومرضها شكها وصحتها يعني صحة الأرواح يقينها يجب أن نسأل ونطلب من الله أن نصل إلى درجة اليقين إذا وصل إلى درجة اليقين بعد تسليم لله هذه أربعة نومها شنو قلنا أن الجسم ينام ويتيقب نوم الروح شنو ونومها غفلتها الذي يغفل عن الحقائق هذا نايم الإنسان الغافل هو الإنسان النايم وبالفعل الشكل ونومها غفلتها ويقضتها حفظها حفظها يعني يتذكر كل شيء أنا إذا ما أتذكر شنو أريد أحكي مثل النايم أنا مثل النايم إذا أتذكر أن الله سبحانه وتعالى مهيمن علي في كل لحظة أنا يقضى عندي يقضى أما إذا ما هي نحايل حالة حالة أن الله يراقبني في كل شيء إذا ما موجود عنده أنا مثل النائم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بمدده ويجعلنا يقضين في حياتنا إن شاء الله اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله 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 الله، 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 الله